إلى جبهة اليمن حيث أكدت مجموعة الشحن السويسرية MSC إصابة سفينتها سكاي 2 بصاروخ أمس قرب عدن في اليمن مشيرة إلى أن السفينة المستهدفة تتجه إلى جيبوتي من أجل مزيد من التقييم المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع كان قد أعلن استهداف القوات البحرية اليمنية سفينة إسرائيلية في البحر العربي بعد ساعات من تنفيذ عملية على بوارج حربية أمريكية في البحر الأحمر نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية استهداف لسفينة إسرائيلية MSC سكاي في البحر العربي وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله وقد جاءت عملية الاستهداف بعد ساعات فقط من تنفيذ عملية نوعية أطلقت خلالها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عددا من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على عدد من السفن الحربية الأمريكية المعادية في البحر الأحمر موسيقى موسيقى موسيقى